بوحشية قل نظيرها تقصف مدينة درع السورية بشكل همجي تارة بصواريخ النظام السوري وأخرى بالطائرات الروسية المدمرة أو برصاص الميليشيات المدعومة إيرانيا لتجهز على من تبقى بالقتل أو الاتقال أو التهجير وتلك هي الخيارات المتاحة أمام سكان درع القصف المكثف والحصار والتجويع لأهل مدينة درع قوبل بصمودهم أمام تحديات تريد اقتلاع جذورهم واستئصال شأفتهم تنفيذا لمخطط يهدف لتغيير ديمغرافي تقوده إيران في المنطقة وهو ما حذر منه الائتلاف السوري والمعارض الذي أشار إلى أن المشروع الإيراني في الجنوب السوري وخاصة في محافظة درع يهدف إلى تغيير البنية السكانية في المنطقة بالتنسيق مع النظام وروسيا عبر الحصار والقصف وصولا إلى التهجير القصري للسكان المحليين بهدف إحلال الميليشيات الإيرانية المتعدلة الجنسيات مكانهم دوليا اكتفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بإدانة استمرار قصف النظام السوري على درع معربة عن قلقها العميق من استخدام نظام الأسد سياسة التهجير القصري لأهالي المنطقة ووصفتها بتكتيك الهدف منه ممارسة الضغط على السكان فيما جدرت هولندا إدانتها لما يرتكبه نظام الأسد من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد السوريين مع وجود اتفاق برعاية روسية في درع البلد ومحيطها إلا أن قوات الأسد والميليشيات المولية لها اقتحمت المدينة بذريعة تمشيط مناطقها وقامت بحملة اعتقالات طالت الكثير من سكانها بحسب مصادر صحفية الصمت الدولي عما يجري في درع وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان ينذر بكارثة إنسانية وتواطئ على تنفيذ خارطة طريق لتغيير التركيبة السكانية لمناطق بعينها خدمة لمصالح إيران التوسعية وتحقيق مشروعها في التغيير الديمغرافي في المنطقة